كابتن سيد عبد الحفيز قال ان طبعا بدري بنون طبعا مدافع الفريق الجديد بينتظم في مران الفريق بداية من الاسبوع اللي جاي النادي الاهلي انتوا عارفين كان اعلن تعقده رسميا مع بدري بنون المدافع السابق لنادي الرجاء المغربي لمدة اربع سنوات طبعا يمكن تصرحات بنون اللي احنا يمكن شفناه هنا في البيت الكبير اللي اعرب من خلالها على فخره وساعدته بالانضمام للقلع الحمراء مؤكد ان ان شاء الله بيسعى اكيد للتتويج مع كل الفريق والمنظومة ان ان شاء الله الحصول على البطولات المحلية والقرية وانه كمان يسجل اسمه ويقاتل من اجل هذه البطولات لان احنا عارفين نادي الاهلي ده دايما نادي بطولات وده اللي قاله بنون انه عارف قيمة النادي الاهلي كويس اوي وعنده الامكانيات وان شاء الله يكون زي ما تكلمنا يكون صفقة ربحة باذن الله للنادي الاهلي يا رب ان شاء الله كمان يعني يمكن جماهير النادي القرن النهارده في كل مكان يعني يعني بتتمنى نحن نتوب المزيد طبعا طبعا اه بتتمنى المزيد من الان ما بنجبعش بطولات يا سيدي اكتر واكتر ان شاء الله فده يحصل باذن الله اشتركوا في القناة